من سنة 1935 بدايرة حمرة ومستطيل أزرق يحمل اسم داتسون مرورا بإعادة إطلاق سنة 88 بنفس الشكل ولكن باسم نيسان تتبعها نقلة نوعية بشكل مجسم ولون لامع يواكب التطور سنة 92 لحد التأكيد على العراقة والأصالة بخطوط قوية وسميكة سنة 2001 عشان تستكمل المسيرة بشكل جديد وتجريدي بخطوط رفيعة وحدة سنة 2020 خلينا نتكلم عن ابن اليابان البار نيسان في أواخر 2019 في أحد مؤتمرات شركة نيسان عرضت عربية جديدة كهربائية بالكابت وده مش إعلاني ولكن اللي لفت نظري كان شكل اللوجو اللي هو كان اللوجو نيسان عادي جداً على العربية ولكن في جزء رفيع منور بشكل ملفت وغريب واللي نكتشف بعد كده في 2020 إن ده هيكون اللوجو الجديد لشركة نيسان وطبعاً أنا كديزاينر مش هفوت فرصة زي دي والنهاردة هنتكلم عن اللوجو ده بالتفصيل وكالعادة هنتكلم عن اللوجو ده في 3 نقط أول نقطة هنتكلم عنها هي الطايف فيس أو كلمة نيسان في حد ذاتها يعني الحقيقة قال الطايف فيس ده قدر أوصفه بكلمة واحدة قالا وهي إنه صريح تحس الكلمة بتقولك أنا نيسان أو أنا هم نيسان ممكن نقول إن الإحساس ده جالي من خلال شوية عوامل كده أهمها هو اختيار الفونت الفونت بتاع نيسان عادة من ساعة ما بدأت الحد النهاردة هو يندرج تحت العقلة بتاعت السنسرف اللي هي الفونتات اللي هي من غير شفاء أو زيادة ولكن المرة دي النهايات بتاعت الفونت بحدة ويعني مفيش تنعيم فيها والفونت في حد ذاته أصلا فونت قوي حتى حرف الاس مثلا هو عباره عن ثلاث خطوط وما بينهم الكيرفين اللي بيعوله شكل حرف الاس لا فيهوش النعومة والانسيابية بتاعت الفونت بتاع قبل كده فونت قوي ومباشر وهو واضح وصريح تماما يعني الحاجة التانية برضو اللي هي المسافات اللي ما بين الحروف أو ما يسمى بالكرنينج المعمول بتراية حلوة جدا وفيه مسافة واسعة ما بين كل حرفه والتاني من ديال كل حرف متنفس كل حرف بيبرز نفسه ويعبر عن ذاته وكدهو يعني المهم ان كل حرفه واضح وبين ومستقل تماما يعني والكرنينج مصبوط تماما وشكل الكلمة في المؤجمل متوازن جدا يعني الحاجة برضو اللي خدت بدي منها كمان الأول كانت حدود بداية ونهاية الكلمة هي جوه الإطار بتاع الدايرة بتاعت اللوجو القديم حاليا الكلمة نفسها برزة عن الإطار ده خلاص معاتش فيه مستطيل بيحتضن الكلمة برزة صريحة انا هو انا الكلمة اللي موجودة انا اللي شايلة المساحة دي كلها تاني نقطة هنتكلم عنها الشكل الخارجي بقى اللي حوالين الطايف فيس وده لاحظت فيه تلت حاجات صغيرين حاجة الاورنية هي ان الشيب الخارجي ده هو دايرة منتظمة فعلا يعني هي مش نص دايرة فوق ونص دايرة تحت لا ده هو كوس فوق وكوس تحت مكملين مع بعض شكل الدايرة فده نوعا ما بصريا بيبقى مريح اكتر وبيلم الشكل شوية تاني حاجة ان فيه تاجينوس ما بين الشكل الخارجي ده والطايب فيس ان الطايب فيس كان نهاياته حدة وفيه زوايا حدة بردو الطايب فيس الزيادة اللي طبع منه علشان تدي الشكل العين بتاع المستطيلة اللي كان ما حي الأول يجب عندها قبل كده بردو نهاياتها حدة وفيها زوايا. وده ينقلنا الحاجة التالتة الصغيرة اللي هي فكرة ان برضو مش كل حاجة تبقى حدة. يعني مش كل اللوجو هيبقى زوايا حدة ومكسرة. يعني هيبقى الموضوع تقيل شوية. فهي تفصيلة صغيرة خالص اللي هي الكيرف اللي بين المبين الدايرة للمستطيل. للشكل اللي هو الزيادات الخارجية دي. بحيس يخلي شكل اللوجو في الاخر مريح. يعني ما يبقاش الموضوع يا شيم قوي كده كله زوايا حدة ده ينقلنا بعد كده للنقطة الثالثة وهي الجريد سيستم. الحقيقة انا مش متأكد هل اللوجو ده معمول على جريد سيستم ولا لأ يعني انا استنتجت حاجة معاينة كده. فخلينا اتكلم معاكو فيها. اني لاحظتم ان اللوجو ده في تلات اوزان او تلات سماكات. سماكات مش سماكات. الوزن الاولاني اللي هو زيادة الصغيرة اللي طبع دي لو خدت مثلا مربع اكس في اكس فده كده الوزن الاولاني. الوزن التاني كان الفونت بقى نفسه او يعني في مربع كده اتنين اكس بيتحرك بيرسم الكلمة يعني. ده كده هيبقى الوزن التاني. الوزن التالت بقى اللي هو الدايرة سمك الدايرة نفسها. مربع تلاتة اكس بيرسم الدايرة يعني. دول التلات اوزان اللي انا رحزتهم. انا مش متأكد يعني المقاسات دي فعلا مزبوطة للقال ان انا معيشي الصورة بجودة عليها بس يعني بالوهم كده عاد ترسم خطوط. فعني هي لو مرسومة على جريد سيستم فعني دي هتبقى حال كويسة يعني هتبقى هندسيا مزبوطة. ولو مش مرسومة على جريد سيستم يعني وانا يعني ضقيق زيادة عن اللزوم فعني ايه المشكلة تبقى عندنا ومش مشكلة يعني عديها المرات. الحقيقة اللي برضو يعني كان عندي فضول اعرف ليه الكلمة يعني طايرة لوحدها كده في الهوة او مش ملمومة باي حاجة كنت حاسس ان في حاجة غلط في اللوغو بشكل ما يعني فقلت اجرب كده يعني العب كده وده عبس ومتجي حاطت خط ما بين الكلمة والدايرة بحيث ان اخلي في كأن في نص دايرة فوق نص دايرة تحت شقة رجيف عيش بلدي فوق وتحت. والحقيقة يسأل هي كانت شقة رجيف عيش بلدي فعلا يعني ما عجبتنيش خالص. ده كان يعني كانت تجربة كده وقلت ايه ارضي شغفي وارضي فضولي ان انا اعمل حاجة كده. بس دي كده خلاصة تعليقاتي وملاحزاتي على اللوغو جديد بتاع نيسان. ما كانش في حاجة كتيرة تتقل يعني هو ما عملتش يعني اللوغو ما فيهوش اخطاء شنيعة يعني او حاجات كارثية نتكلم عليها هي بس مجرد تطوير بشكل ما. التعليقات اللي احنا قلناها علي دي كلها هي مجرد ملاحزات مش تعليقاتنا ما قلتش ايه حلو ايه وحش. انا شخصيا كنت افضل ان هم يشيروا الدايرة خالص ويحافظوا على كلمة نيسان تبقى لوحدها كده قوية مستقلة جميلة جدا. بس يعني ده كان رائيه ولكن نعني هو ده اللي عملوه وارد يكون هم مكبرين الكلمة علشان مستقبلا تتشاهل زيادة الحرية وتباية الكلمة بس. وارد برضو الله اعلم. في حاجة انا بقى يعني ايه مش عارف احطها فين في الفيديو مش عارف موقعها فين في الفيديو فانا قلت اسابها هنا في الاخر. الاوة هي ان اللوغو بقى في المجمل بشكله المودرن او الاتجاه الجديد اللي هم واخدين فيه اللوغو ده نظرا لان بقى فيه اتجاه العربية الكهرباء ومش عارف ايه والحاجات دي واللوغو ده اصلا ظهر اه يعني اول ظهور ليه كان منور على العربية الكهرباء دي حاجة ملفترة الانتباه ان هو ممكن يكونوا بيحاولوا يعبروا عن العصر الانتقال للسيرات الكهربائية. وارد يكون هو ده السبب بان هم غيروا اللوغو دلوقتي. حاجة برضو من الحاجات اللي لست اخبري منها اللوغو اللي على العربية الكهرباء اللي طلعت في البتاعة دي اللي كان فزاي يعني ده معناه كده ان اللوجو الاساسي نفسه كان مضاير انا كنت يعني دي كان شو هدلتشك ده في الاخر رحض بقى حاجة من انا قلت في الاخر دقيقة بقى يقول لي في التكومنت هات يعني يلا بس ده كده خلاصة الفيديو بتاع النهاردة نوع عجب في الفيديو متنساش تعمل لايك وشيري الفيديو سبسكرايب للقناة وفي الكومنت هات قول لي اي رأيك تحب الكيميلا لوحدها ولا تحب اللوجو عليه للزيادة او الزيادة اللي معاي دي ايه الحاجات اللي عجبتك وايه الحاجات اللي يعني ما عجبتكش قوي وانت تحت برضو في الكومنتات قول لي ايه اللي وجهات تاني شايف انها تستحق ان احنا نتكلم عليها ونفصصها ونتعمق نتعمقوا في تحليلها حساباتي واكاونتاتي على سوشال ميديا هتلاقوها تحت في الديسكريبشن فيسبوك تويتر انستجرام انستجرام بيهنز بس كده انا تقريبا قلت كل حاجة واماقش تفعلي جرس تفعلي الجرس عشان تعني بس انا كده خلصت النهاردة اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله سلام جاهزونا يا قطال لا اسمحتكم اسرق ومستطيل اسرق لانه اسرق الحقيقة اله الصيف ده اقدراك شوفه لا 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 يعطي با 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 b